ليست لدينا معلومات دقيقة حول ما حدث ومن المبكر الجزم إلى أين تتجه الأمور لكن يمكننا القول إنما حدث شيء غير محود ويشير إلى وجود تصدعات حقيقية على مستوى سلطة بلاديمير بوتين لم نرها من قبل ما حدث شكل تحديا مباشرا لسلطة بوتين ويثير هذا الأمر تساؤلات كبرى ويظهر وجود تصدعات حقيقية قبل 16 شهرا اعتقد الروس أنهم سيأخذون أوكرانيا خلال أيام معدودة ويستطيعون محوها من الخريطة أما الآن فعليهم التركيز على الدفاع عن موسكو ضد مرتزقة من صنع بوتين هذا الوضع يطرح الكثير من التساؤلات التي قد تلقى إجابة في الأيام والأسابيع القادمة أعتقد أنه لم يكن سرا على مدى أشهر أن التوتر بين فاغنر وموسكو كان متصاعدا بسبب تصريحات بريغوجين ضد القيادة العسكرية الروسية لكن ما يمكن التأكيد عليه هو أن ما حدث سيخلق مشاكل لبوتين لأن ما حدث هو فقط الفصل الأخير من فشل بوتين على الصعيد الاقتصادي والعسكري ومكانة بلاده على الساحة العالمية النيتو أصبح أكثر قوة مما كان عليه في السابق والدول الأوروبية تنجح في الاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية كما أن ما يحصل في روسيا في صالح أوكرانيا لتسريع هجومها المضاد لأن الأوكرانيين يملكون كل ما يمكنهم من النجاح في هجومهم عناصر مجموعة فاغنر تواصل انسحابها نحو قواعدها وفقا للاتفاق الذي أفضى إلى إنهاء التمرد المسلح على القيادة العسكرية بعد روستوف وصلت عناصر فاغنر انسحابها من منطقة فورونيج في جنوبي روسيا وفق ما أعلن حاكم المنطقة أليكسندر غوسيف الذي أكد أن تحرك وحدة فاغنر في منطقة فورونيج هو في طور الانتهاء وبحسب المتحدث فإن الانسحاب يتم بشكل طبيعي من دون تسجيل حوادث مشيرا إلى أن القيود التي تم فرضها على حركة التنقل في المنطقة سترفع ماء يتم حل الوضع بشكل نهائي مدينة روستوف شهدت أيضا مغادرة عناصر مجموعة فاغنر بصفة نهائية بحسب ما أعلن الحاكم الإقليمي للمنطقة بعد أن كانوا سيطروا مع قائدهم يفغيني بريغوجين على مقر الجيش الروسي فيها كما انسحب عناصر فاغنر من منطقة لبستيك في جنوب البلاد وفق ما أعلنت السلطات المحلية موازاتا مع ذلك بدأت مناطق عدة في جنوب روسيا رفع الإجراءات والقيود التي فرضت على خلفية التمرد إلا أن النظام مكافحة الإرهاب الذي أقرته روسيا لا يزال قائما في موسكو رغم الاتفاق مغادرة عناصر فاغنر والعودة إلى معسكرتهم جاءت بعد الاتفاق الذي توصلت إليه المجموعة مع موسكو بوسطة بيلاروس تعهدت بمجابه روسيا بوقف أي ملاحقات بحق عناصر المجموعة وقائدها ولم يتضح بعد مكان تواجد بريغوجين بعدما غادر ليلا على متن سيارة الرباعية الدفع مقرا للقيادة العسكرية في مدينة روستوف كانت قواته قد سيطرت عليه في الولايات المتحدة كشفت تقارير أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية رصدت مؤشرات قبل أيام أن بريغوجين كان يحضر للتحرك ضد مؤسسة الدفاع الروسية وقدم مسؤولنا في الاستخبارات إحاطات في البيت الأبيض والبنتاجون والكونغرس بشأن احتمال وقوع اضطرابات في روسيا قبل يوم على بدئها وفق وسائل إعلام أمريكية للمزيد حول هذا الموضوع ينضم علينا من موسكو سيرجيا ماركوف عضو سابق في مجلس سادومة وكذلك ينضم علينا من مدينة فلدلفيا بولاية بنسيرفيني الأمريكية سيد أليكسندر كاشابوف صحفي وإعلامي في راديو فلدلفيا أهلا ومرحبا بكما أبدأ معك سيد كاشابوف برأيك هل انتهت هذه الأزمة بعودة قوات فاغنر إلى مقراتها العسكرية في دونباس كما يقال ومغادرة بريغوجين إلى بيلاروس لا أعتقد تلك أعتقد أن هذا كان مدبرا لم تكن هناك أي ضحايا أو معارك داخل روسيا ولا أعتقد أنه كان هناك أي تهديد كانت هناك بعض الأضرار دبابة تعطلت أمام بوابة لم تكن هناك محاولة للانقلاب أو التمرد وإنما كان هذا شيئا مسرحيا مدبرا وتم التعامل معها خلال أقل من 24 ساعة لم تكن هناك أي أزمة هذا كان مدبرا ومجموعة واغنر لا تعتبر كعدو ولم يكن يقصدون أن يأتوا ويرتكبون أعمالا إجرامية أو أي أشياء كما يفعلون في أوكرانيا سيد ماركوف ما رأيك بهذا الحديث لم يكن هناك أزمة بالفعل كما قال سيد كاشابوف هي مسرحية كما يقال انتهت في 24 ساعة لم يكن هناك أي تهديد حقيقي للأمن القومي الروسي كما أشيع خلال هذه الأزمة في عام 2014 طغمة العسكرية استولت على السلطة في أوكرانيا نفس الشيء هنا الحدث كان مأساويا خمسين شخص قتلوا ست حوامات عسكرية تحطمت وبالطبع هذه المحاولة التي فشلت كانت خطيرة لأنها أثرت على مجموعة عسكرية مجموعة واغنور هي أفضل جيش خاص في العالم كانت كانت هناك إرادة سياسية للعثور على تسوية سلمية بين بوتين وبريغوجين ولكن هذه أزمة سياسية روسيا استمرت في الحرب ضد أوكرانيا لأكثر من عام طيب سيد ماركوف هل تعتقد بأن الكريملين عفى عما سلف بخصوص ما قامت به قوات فاغنور وأن هذه الاتفاقية لن تتسبب بأي ملاحقة ربما لسواء كان الزعيم بريغوجين أو حتى قواته بعد أن تسببوا بأكبر تحدي لرئيس بوتين في خضم حربه في أوكرانيا أعتقد أنه كانت هناك تسوية أو حل وسط بريغوجين مذنب بالتمرد والانتفاضة ولكن كان هناك حل وسط واغنور ليست مذنبة في التمرد عادة هناك المسؤول الضباط من واغنور لا يجب أن يعاقبوا جاءوا وعادوا إلى الخطوط الأمامية واستمروا في القتال أعتقد أن بريغوجين سيبتعد عن مجموعة واغنور هم في الأراضي الأوكرانية على الجبهة ولكن بريغوجين سيشكل مجموعة واغنور أخرى تعمل على الساحة الدولية والكل يعرف أن واغنور هي أفضل الجيش خاص سيعمل في إفريقيا وآسيا لأشهر كثيرة في هذه النقطة أعود لك سيد كاشا بوف فيما يتعلق ب مغادرة بريغوجين إلى بيلاروس وعودة قواته إلى أوكرانيا ما الذي يعنيه هذا فيما يتعلق بمصير هذه القوات العسكرية الروسية الخاصة وهل ستبقى بعد ذلك فاعلة على الأرض وفي أوكرانيا بالتحديد السيد ماركوف وصف هذه المجموعة الإجرامية وقال عنها أنها مجموعة وطنية وهي التي تشمل سجناء سابقين هذه المجموعة ليست كفؤة على الإطلاق أنها مجموعة خاسرة ولكنها واجهت بعض النجاحات لإظهار وكما قال ماركوف للدول الآسيوية والشرق أوسطية أنها فعالة وتحقق نتائج هي تحقق نجاحات في أماكن مثل سوريا ودول الشرق أوسطية ونستطيع أن نرى سلوكياتها التي أظهروها في روستوف وأماكن أخرى من روسيا أنهم يتصرفون وكأنهم في دولة إفريقية هم يريدون إظهار بعض النجاحات في إفريقيا وآسيا ولكنهم لا يواجهون أي نجاحات في أوكرانيا إذن مستقبل مجموعة واغنر هو الاستمرار في تقديم خدمات للدكتاتوريين في الدول الإفريقية ومحاولة تعمية الناس أو خداع الناس الذين يراقبونهم وإظهار أنهم ناجحون ولكن هذا لم يحدث في أوكرانيا سيد ماركوف ما حصل من هذه الأزمة برأيك هل ستدفع الرئيس بوتين الرئيس الروسي إلى إعادة النظر في أقرب الناس إليه كوزير الدفاع أو رئيس هيئة الأركان الذين كانت طرف أصيل في هذه الأزمة أعتقد أن هذه الأزمة تظهر أن الناس يدعمون زلاديمير بوتين حوالي 80% والناس أيضا يدعمون بريغوجين وأفكاره الرئيسية الناس لا يدعمون مسيرة بريغوجين إلى موسكو لأنها تظهر أن بالإمكان أن يجلب ذلك الفوضى الناس تدعم أفكار بريغوجين وهناك من يدعو روسيا إلى التوقف عن عملياتها الخاصة والبدء في حرب حقيقية هذه هي فكرة بريغوجين لهذا السبب هو انتقد وزير الدفاع الكثير من الضباط والعسكريين لم يريدوا إيقاف مجموعة واغنر لأنهم اعتقدوا أنه محق في انتقاده لوزير الدفاع أعتقد أن من المعقول بالنسبة لبوتين أن يفصل وزير الدفاع أو يعزل وزير الدفاع ولكن ليس الآن ربما بعد شهرين أو ثلاثة من الآن لأن بوتين لا يريد الإظهار أنه عزل وزير الدفاع نتيجة لضغط المتمردين ما رأيك بذلك سيد كاشا بوف تومئ برأسك ويبدو كأن لك تعليق على ما تفضل به لتوى سيد ماركوف سيد بوتين سيفصل شويغو أو لن يفصله لأنه لا يحب أن يتخلص من الناس الإشاعات أن شويغو سيفصل كانت معنا منذ بداية الحرب شويغو هناك من يقول ليس لديه أي خبرة عسكرية بريغوجين بريغوجين هو طباخ كان طباخاً لبوتين قبل 15 أو 20 عاماً هكذا بدأ حياته العملية الآن هو أكثر قائد عسكري نجاحاً ويرأس أنجح مجموعة عسكرية هذا غير معقول هو لم يشارك في أي حرب حقيقية هو أذكر أنه كان وزيراً للمواقف الطارئة كان مثل وزير الاتصالات الطارئة ولكن لم يكن قائداً عسكرياً عندما فشلت العملية العسكرية الخاصة وتورطت روسيا في أوكرانيا لستة عشر شهراً وأوكرانيا أظهرت أنها لن تستسلم أبداً خاصة أمام دولة مثل روسيا هو ليست شايغو وريغوجين بالمناسبة كان هناك صدام بينهما واضح شويغو لم يبرهن على أي خبرة أو قدرة على إدارة الحرب سيد أليكسندر كاشابوف من مدينة فلدلفيا بغولاتي بن سيرفين الأمريكية شكراً لك وشكر موصول لك كذلك سيد سيرجي ماركوف عضو سابق في مجلس أدومة كنت معنا من موسكو شكراً لكم إذن اتفاق على إنهاء تمرد قوات فاغنر العسكرية برعاية بيلاروس أبرز بنوده مغادرة رئيس فاغنر يفجيني بريغوجين إلى منسك من دون أن يواجه أي اتهمات الكريملين من جهته أوضح أن الوساطة كانت مبادرة شخصية من رئيس بيلاروس أليكسندر لوكاشينكو صدر قرار إنهاء التمرد بعد أن صادر بعد أن صار مقاتل فاغنر في وقت سابق من يوم أمس السبت صاروا على مسافة تقل عن أربعمائة كيلو متر من العاصمة الروسية موسكو حيث أعلن رئيس المجموعة العسكرية بريغوجين تراجعه من أجل تجنب إراقة الدماء الروسية كما قال بعد أن وعد في اليوم السابق بما وسطه بتحرير الشعب الروسي من خلال إرسال قواته باتجاه العاصمة موسكو مغادرة رئيس مجموعة الجنائية المرفوعة ضده دون معرفة ما إذا كان أي من جنوده في باغنر سينضم إليه في المنفى يطرح تساؤلات عدة لعل أبرزها ما هو الدور الذي قد يلعبه بريغوجين من هناك إن وجد كما أنه وفق الاتفاق فلن تتم محاكمة أي من مقاتلي المجموعة التي أدت دورا قتاليا رئيسيا إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا وعليه فإنهم لن يخضع لأي ملاحقة قانونية ونص قرار الاتفاق على عودة قوات مجموعة فاغنر إلى معسكراتها في المناطق التي انسحبت منها في دونباس شرقية أوكرانيا ومن لا يرغب بالعودة فعليه التوقيع على اتفاقات خاصة مع وزارة الدفاع الروسية أما بعض مقاتلي فاغنر ممن رفضوا منذ البداية الانخراط في حملة بريغوجين فستتاح أمامهم وفق الاتفاق إمكانية الانضمام لصفوف القوات المسلحة الروسية والتعاقد مع وزارة الدفاع مراكز بحثية وعلى رأسها معهد دراسة الحرب شددت بأن التمرد بريغوجين كشف نقاط ضعف شديدة في الكريملين ووزارة الدفاع قائلة إن الاتفاقية التي أنهت الأزمة ستقضي على الأرجح على مجموعة فاغنر باعتبارها جهة فاعلة مستقلة بقيادة بريغوجين في شكلها الحالي فيما يرى محللون أن الخطر على بوتين يكمن في النظر إليه إثر هذه الأزمة وطريقة إنهائها على أنه ضعيف للبحث أكثر حول الموضوع ينضم إلينا من واشنطن سيد فريد فلايدز نائب رئيس مركز الأمن الأمريكي ورئيس سابق لمركز السياسات الأمنية أهلا ومرحبا بك معنا سيد فلايدز وأبدأ معك بهذه التصريحات الأخيرة لوزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين فيما يتعلق بالأزمة الأخيرة في روسيا والتي وصفها بأنها لم تنتهي بعد وسنرى مشاهد أكثر لها في الأيام وربما الساعات المقبلة يعني عن أي تصعيد ربما نشهده يتحدث الوزير بلينكين أنا سعيد بوجودي معكم هناك الكثير من الأشياء غير المعروفة بشأن ما حدث هنا أنا أختلف مع أحد الضيوف الذين قال أن هذه العملية كانت زائفة وأنها كانت مدبرة الجيش الروسي ومجموعة فاغنر تبادلوا إطلاق النار وحوامة تحطمت وموسكو كانت تعد لجيش من المتمردين يقترب من المدينة هذه لم تكن عملية زائفة لا أعرف ما إذا كانت مجموعة فاغنر كانت تعتقد أن الجيش الروسي سيسير معهم أو أن هذه إيماءة للتعبير عن إحباطهم بالطريقة التي أدار فيها وزير الدفاع الحرب أعتقد أن علينا أن نحاول معرفة ذلك وهذا يأخذنا إلى ما قاله لينكين لماذا تنازل بريغوجين بسرعة هل هذا للعلاقة مع بوتين لسنوات أو نتيجة للصين لأن الصين تبيع أسلحة إلى مجموعة واغنر وهي تدعم روسيا ربما قالت لبوتين لا أريد أن أرى حمام دم بين هاتين المجموعتين الجيش الروسي وواغنر لقد ذهب إلى بيلاروسيا إلى أي مدى يتمتع بالأمن ربما يسمم بعد أسابيع هناك الكثير من المجهول في هذا الاتفاق بالتحديد ما الذي دفع برأيكم الوزير بلينكين إلى ذهب بهذا الاتجاه بأن الأزمة لم تنتهي بعد لأننا لا نعرف الوضع النهائي لمجموعة فاغنر هل القوات هذه الذين لم ينخرطوا في المسيرة إلى موسكو هل سيمنح فرصة الانضمام إلى الجيش الروسي هل هذا على أساس عقود أم ماذا هذه القوات لن تناسب الجيش الروسي إنها مدربة بشكل أفضل ومنضبطة أكثر وتحصل على مرتبات أعلى كيف ستعمل مع الجيش الروسي بوتين كان يستخدم مجموعة فاغنر لمجالات أساسية في الحرب ربما بوتين لن تكون لديه الميزة هذه الآن هناك تداعيات لتطورات الأربع والعشرين ساعة الماضية وهذه أخبار جيدة لأوكرانيا والجيش الأوكراني هذا سيضر معنويات الجيش الروسي وسيعزز معنويات الجيش الأوكراني وبالتأكيد سيقوض الثقة في بوتين كقائد لروسيا مسرون في الاستخبارات الأمريكية قدموا إحاطة للبيت الأبيض وكذلك لبنتجون والكابتل هيل بشأن احتمالات وقوع اضطربات في روسيا قبل يوم من حدوث هذه الأزمة الأخيرة برأيك ما الذي رصدته هذه الأجهزة من مؤشرات مبكرة على هذه الأزمة لا أعرف ما دلالت ذلك إذا؟ لن أتكهن أنا لا أحب أن يتحدث عن الاستخبارات الأمريكية في الصحافة نعم نعم طيب فيما يتعلق يعني بمصير الآن قوات فاغنر والدور الذي كانت تلعبه في الحرب الروسية على أوكرانيا برأيك سيد فلايدز بأي اتجاه يمكن أن تتأثر هذه الحرب الروسية وفعليتها على الأرض بعد مغادرة زعيم فاغنر بريغوجين إلى بيلاروس هذا سيجعل جهود الجيش الروسي أضعف في أوكرانيا لأن بوتين كان يعتمد على مجموعة واغنر مثير الاهتمام أن قوات فاغنر غير منخرطة الآن في القتال ضد الهجوم الأوكراني المضاد اعتقادي أنهم يخططون لاستعمالهم في اشتباكات مستقبلية ولكن بعد أن رأينا هذا ربما هذا ما سيحدث يعني توقعاتك هذه الأزمة هل كانت عميقة غير مسبوقة ومحسوبة بالنسبة لبوتين أم أظهرته بأنه الرجل القوي كما يرى البعض الذي سيطر على هذه الأزمة وأنهاها في أقل من 24 ساعة أعتقد أنها أظهرت بوتين أنه مكشوف وضعيف أكثر ولكن قبل حدوث هذا وبشكل عام المحللون كانوا يتوقعون أن الهجوم الأوكراني المضاد سيكون ناجحا جزئيا ولن يحقق الأهداف العظيمة التي كانت لدى الناس علينا أن نعيد تقييم ذلك أعتقد أن الجيش الروسي سيخرج من هذه الأزمة أضعف وربما نرى الجيش الأوكراني يحرز تقدما كبيرا وأيضا ما حدث لسمعة بوتين ربما يمكن أن نتحدث عن وقف حقيقي لإطلاق النار بنهاية هذا العام السيد فريد فلايدز من العاصمة واشنطن شكرا جزيلا لنمك إلينا كبيرا ترجمة نانسي قنقر